موسيقى السلام عليكم ورحمة الله طيب الله ووقاتكم مشاهدنا الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المشهد هذا المساء نسلط أضواء النقاش فيه والتقييم والتحليل على مشروع قانون مقدم للبرلمان الموريتاني هو مشروع قانون الرقابة على الإنترنت هو مشروع قانون توجيهي يتعلق بالمجتمع الموريتاني للمعلومات يهدف إلى تأطير ومراقبة من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام قد أثار طرح مشروع القانون للمصادقة عليه موجة من الانتقاد ذات في صفوف بعض الصحفيين الشباب والمدونين شاهدين الكرام أستضيفه هذا المساء ضمن حلقة المشهد الأستاذ الإمام الشيخ محامل أهلا بكم أستاذ إماما كما أستضيف الأستاذ مولاي والبحيدة الصحفي موريتاني أهلا بكم أستاذ مولاي يعني لو بدأته مع كمولاي وسأجد الحديث قانونيا مع أستاذ إماما بصفته قانوني يعتبر بعض هذا مشروع القانون المشمول ضمن ما أطلقت عليه الحكومة الموريتانية الإطار القانوني لمجتمع الموريتاني للمعلومات والمعرف اتصارا بمشروع ميم يهدف إلى تشديد الرقاب على الانترنت وقمع حرية التعبير أقول لك البعض هل تسعى الحكومة فعلا لا تضيق على الحريات من خلال هذا القانون خصوصا حرية الرأي والتعبير من خلال تقديمها المصادقة عليهم برنامات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين أقول أن أشكرك أشكرك قناة المرابطون على هذه السانحة وأشكرك أيضا أشكرك أستاذ المحامل في الحقيقة أنا أخشى كمقدمة أن يكون هذا القانون قوابة خلفية للعمل على مضايقة هذا الفضاء الذي وجد فيه الموريتانيون متنفسا وجد فيه الموريتانيون ضالتهم بمجال التغريد والإدراج ومجال الحرية ومارسة حرياتهم ومارسة إبداعاتهم وتجاوزهم لكل العراقيل والعراف التقليدية التي كانت تتحكم في مسار حياتهم اليومية حتى الآن لا تزال تتحكم في مسار المواقع الإلكترونية وفي الصحف حتى الصحف العريقة وغيرها لا تزال مدونات لا تزال أيضا تتحكم فيها هذه الكلاديب وهذه العراقيل المجتمعية ولذلك وجد المجتمع الموريتاني ضالته في هذا الوافد الجديد والحديث الذي الحقيقة انتجى ثورة علمية ثقافية تكنولوجية كان الوطن بحاجة ماس لها في الوقت الذي لا أقف في وجه إن يكون هناك إطار قانوني إطار قانوني معين لأن لكل الدول الحق في حماية منمومتها أو أمنها أو إلى غير ذلك لكن ليس على يجب أن لا يكون على حساب حرية الأفراد أو على حساب الكبتي من هذا التوجه البلاد في مجال حرية الصحابة وحرية تداول معلومة وتدفقها كذلك وبالتالي أخشى لا يكون القانون مجرد قانون وإن كانت فيه الكثير من الاعتلالات نطرق لها مستقبلا أو في الوقت لاحقا أخشى أن يكون كما قلت بوابة خلفية لكبتي هذه الحريات التي في الحقيقة هي وإن كانت فيها سربيات أيضا فيها الكثير من الإيجابيات وشهد الوطن خلالها قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا في مجال المواصلات في مجال التجارة الكترونية في مجال الاقتصاد في مجال استقار وفي مجال منتوش وأصبحت هناك مواصلات الحقيقة جد إيجابية على الوطن داخل النقطة كيف طلعتم على هذا القانون بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الله وسلم كيف تقيم هذا القانون والله على الأصح مشروع القانون وإنه ما زال مشروع لأنه لم يساد فليه ما زال موضوع المقاش أمام الجمائرة البرلمان البرلمان بغروهته جمالة وطنية ومجل الشيوخ وزال قدام وبعض مسار طبيعي طويل وقصير حسب استعجال السلطة التنفيذية على إصداره هنا أقول الحال هو ما هو قانون واحد هو سلسل من القوانين هذه القوانين على الأربع تهدف من ضمن ما تهدف هو تنظيم الإنترنت وتنظيم التجارة الإلكترونية وتنظيم التوذيق وتنظيم قدم المنسائل وأقول الحال طلعت ليه عجالة للفت انتباهي فيه القوانين أصلا تعود نتيجة الواقع المجتمع لأن القانون يتطور من عرف لين يعقب يعود قانون أنا أعتقد أنه ما تنحقنا المستوى الذي عدله في القوانين من ذلك دام قدر القانون يعني جاء قبل أواني أنا قاعد جايك أكثر من ذلك لنقول لك عن القانون التوجيه هذا المادة المادة هنا عشون والذي في انتباه فيه قل عنه قالت مبدأ التحاون يلزم الدولة في إطار احترام التعهدات الدولية بوضع وتطوير سياسة التحاون الأمني والقضائي لمكافحة كل الجناعات والجناح المختبطة بالتقنيات الجديدة لأعظم والاتصال الحاجة حقيقة ما نشايف له حاجة وطنية لكن استجابة والله اكتزام من الدولة عنها تصدر قوانين في هذه العلايا في هذه الاتجاهات من دور أعطي كمهلة على ذلك وبالتالي أغل حال تنظي للقانون في حال ذاته وتنظيم لمجتمع مهم لا يخسر لغير المخيوف يعود ما هو نتيجة الحاجة الثانية عنه القانون كيف لقنا ويلقنا من حكاين القانون زاد هو ويلو مذاك اللي هي طبقه تقصد أنه ربما قانون صيغة من أجل القانون ليس من أجل حاجة مجتمعية ماسة هناك رأي أستاذ ملعب حيدي يقول أن مشروع القانون مقادر مصدق يفهم من سياقه التاريخي والزماني والسياسي أنه ربما يمثل ابتهاكا واضحا لحرية التعبير طالب مدون صاحب في الحقيقة كيف أستاذ المحامي نحن نأمل أن لا يعبرها القانون أو لا يتركها القانون بصيقته الحالية التي هي معروضة من حكومة وأن على الأقل بصيقته الحالية ماذا تنتقدون الآن هذا المشروع فيه بعض المواد في الحقيقة فضفاضة صحة تعبير تنص على قضايا عامة أو كأمن الدولة وأمن الأشخاص وأمن الاتحار صفة رئيس الجمهورية وشخصية معنوية أو غير ذلك أمور في الحقيقة مواد في الحقيقة لا يمكن أبدا أن يفهم منها إلا أن هناك أياد تريد العبث بأمن وحرية المواطنين والمدونين وأنا لست ضد هنا أن يكون هناك كما قلت سابقا قانون لكن يجب أن تكون النصوص واضحة وأن تكون لأن القانون نص هذا القانون المجتمع المعلومات لنص بدايته بدأ أنه بداية حسنة أنه بدأ يقول أنه يضمن في المادة الخامسة منه يقول يضمن ويبدأ حق حرية التعبير والاتصال والمشاركة في استغلال وإنشاء المصادر الإعلامي الرقمية لكل فرض حق وحرية خرق المعلومة والحصول عليها واستخدامها وتقاسمها أقبل يجبنا القرامات ويجبنا حتى يوجد تناقض يبدأ القانون بتكميلة الحرية ويبدأ القانون بتوطيد الحرية ويبدأ القانون بمحاولة إيهام الرأي العام على أن هذا القانون من فعل الحقيقة هو من أجل تنظيم هذه الحريات ودعمها كما هو موجود في قانون حرية الصحافة 2006 لكن في بعض أن هذا القانون خطر لأن فيه مواد دست فيه تتضمن أوجه مختلفة يمكن للسلطة المشرفة عليه أن تتحكم في رقاب المدونين حتى أن هناك ضرورة لكشف المصادر وهناك ضرورة لإعطاء المعلومة بطريقة وعدم إعطاء المعلومة التي توصل إليها المدون المدون أو الصحفي في هذا المجال إن لم يوطيها بالطريقة التي تحصل عليها هناك أيضا عقوبة غرامة هناك حبس هناك معناها في الحقيقة نص القانون في القانون فيه بعض حكما توحدت الجريمة أو العقوبة في المجال في الغرامة وتوحدت أيضا في السجن من مئة ألف تقريبا إلى خمس مئة ألف وستجن إضاء خمس ألف معناها توحدة الحرص على العقوبة وتعود موحدة في المجال معناها البحث جارعا عن قضايا معينة تتعلق محددة بمحددة ينطبق عليها معناها أن هناك القانون فيه قضايا مهمة فيه مواد مهمة لكن أشفع أو ألحق بمواد خطيرة جدا ويجب أن ينتبه لها النواب ولو كان هذا القانون معروض على نواب في الحقيقة يتفاعلون مع المدونين ومع شبكات العنكبوتية ويفهمون مع ترامي لهم وقيمته القانون السيبرال وهو متأسس من الفضاء للترامي لأن هناك خش ولكن هناك أيضا هذا الخوف لدى المدونين ولدى الصحفي لكن هناك خش أن يمرر هذا القانون لأن التفاعل مع الديسقوق والتواتر غائب داخل مؤسسة المحترام هناك اختلالات ربما في البناء والسياق نص مشروع القانون هل قرأتم هذه الاختلالات بعين ربما قانونية أكثر ربما لا أسميها اختلالات هو القانون بشكل عام كيف قال يهدف لتنظيم ذا المجال اليوم وحماية الأفراد وحماية المؤسسات وحماية المتلكات وحماية غير الإشكالية في الانتقائية في تطيع بمعنى الأشخاص العاديين إلى كل حد انتهك عراضهم في الإنترنت السلطة لا يشد أخبارهم عندنا آخر حالا مثال قضية سينكين قضية صور الانتشرة المواقنين في وضعها سيئة حتى السلطة بشكل رسمي قالت عنها أن القانون يطبق خاصة الجزائم أنه يطبق مبادرة من النيابة العامة وهي سلطة الاتهان التي تتابع له تتابعه والتي تتابعه القضية في الانتقائية في التطبيق هذه واحدة الثانية أنا قلت عنه أنه قانون ما عنده ارتباط محلي لأنه الحاجة له ما هي خالقة وكيف أشار للأخ ياسم الناس قام معه في الانترنت في الارف قام حتى في البرلمانيين وحتى في مجال القضاء ما عندهم الناس اللي يطبق هذا لا تعرف ياسر منها ما يعرف على شو وبالتالي لحال الخوخ قال له هذه الانترنت تجنن الناس ولا يتكفي الارض ولا يكذا ويمتر يطيبوها لأنه يقدرون سلكوا المجتمع وله يوقع القانون إذا عاد ما هو بالتصفيق بالتصويت هذه واحدة الثانية كي قلت لك عنه هو يلبي حاجة دولية ونتخرص المادة المادة 22 يعني منه تقول تقول نقول لا فيه عقاب تقريبا لمن ينفي حصول الهولوكوست المادة 22 منه كل من ينفي عن قصد أو يثبت أو يبرر عمالا تمثل إبادة أو جرائم ضد الإنسانية بغطة نظام معلوماتية أو منظومة نقدية يعقب الحبس من ستة أشهر إلى كذا هناك هذه المادة مستوردة نقع معنا نحن تقريبا لا تعني بالضرورة مجتمع لا تعني بالضرورة مجتمع ثانيا الظرفية التي خلقت فيها هذه القانون والمتابعة ظرفية جديدة صابحت الإنترنت وذلك الفضاء له ومع سلبياته عنده إيجابيات كبيرة خاصة في تأثير السلطات وتغيير الأنظمة والثورات وتريم ديور أداة يجمع قاعدة بنات أكبر ربما إليك أستاذ ملاي ألاي يعتبر هذا القانون في إطار واضح يراقب ويؤثر ما يكتب على الشبكة وفق مزاج السلطة الحاكمة يقول لك البعض على هذا طبعا كلام مدوينين وفق الحاكمة يقول لك البعض ووفقا ووفق تقديرها للأخلاق الفضيلة وكلام من هذا وهو تعبير صارخ ربما عن خوفها من نشاط المدوينين ومستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي والصحابيين حتى على الشبكة علم أن هذه الشبكات ومواقع التواصل كانت وعاء لما بات يعرف بالثورات الثورات العربية شوف أنتم كمدوينين وكشباب وكربما محجمين عن هذا مشروع القانون شوف كيف تنص في الدكتل في البداية أني أخشى أن يكون بوابة لتضييق بوابة خلفية معناها لأننا عندنا الرئيس تعهد بأن لا تراجع على مستوى الحريات ونحن غدا وفي سوار في أسبوع لدينا قانون واضح يراقب وبل يرهب كل المدوينين في جراءتهم وفي طرحهم وفي التعبير عن آرائهم لأن الجميع أصبح الآن يخشى بعد إقرار هذا القانون الذي قدر الله نحن في الحقيقة أمام إرهاب فكري ومعنوي سيواجه المدوينين وسيواجه الصحفيين بدل من لدينا قانون حريت الصحافة قانون جيد 2006 وفينا حريت دولة متقدمة في المجال والآن نعود إلى الخلف من بوابة أخرى وهي التحكم وتنظيم النظام المعلوماتي لحماية النظام العام ولحماية الأشخاص المعنوية والأشخاص الاعتبارية وغير ذلك أمور فضفاضة داخل التحول إلى قانون إلى أخطر أهم فضاء للحريات وهو الفضاء الإلكتروني معناها أخشى أن يكون هذا بوابة خلفية لا تراجع عن قانون حرية الصحافة لكننا سندخل قانون حرية قانون إطار المجتمع الموريتاني لتنظيم المعلوماتية وتنظيم حماية المصادر وحماية إمن المعلوماتية أيضاً الرقابة سجن وطرد وإيقاف كل الصفحات هذه نصها القانون ينص على المجموعات الصحة المجموعات داخل شبكات التواصل ينص على المجموعات لأن هناك متابعة دقيقة لمن وضع هذا القانون يعرف لماذا وضعه وهو فاهم جيداً يفهم جيداً خطر هذه المعلومة على الأنظمة وعلى الفساد وعلى غيرها لأنه لا تحكموا فيها كما قلت لك نظوم أرضية معروفة ونظوم اجتماعية معروفة لأن كل جريدة أو كل موقع لديه شخص معروف ولديه نحن الآن نستفيد من بعض الأشخاص على شبكة التواصل الاجتماعية نستفيد منهم علماً وإدباً وتثقيفاً وتكنولوجياً كل الجوانب الإجامية وهم أشخاص بإسماء مستعارة معناها أن هذه الحرب في الحقيقة قد لا تخدم وإن كنا معاً فعلاً تنظيم لأن جميع العالم دول العالم متقدمة فيها إطار في المجال ينظم قانون معلومات في أوروبا قدرت إطار في 2001 وجميع الدول اللي عندها لكن داخل لا يوجد أبداً في الاتحاد الأوروبي قانون الاتحاد الأوروبي رغم أني ما طلعت عليه كان طلعت الأجزاء من المترجمة لللي فيه لا يمكن أن يقارن بهذا التشدد وهذه الرقابة اللي نحن في الحقيقة تأخرنا جاءنا فيسبوك وجاءنا تويتر 2009 والله 2010 واحدين مننا دخلوه قاعد لـ2011 معناها على أنهم خرصي لهم شي مع الرواية وكيف أنهم بدأوا 2001 والله ينظموا ذلك القانون ونظموهم اللي في إطار معين ما هو في إطار للتطبيق اللي معناها على أني على أني القانون في الحقيقة إن تمت صياقته صياقة أخرى وغربلته غربلة صحيحة يمكن أن يجد يمكن أن يجد صداء أو يكون هناك مكمل أو يكون هناك دولة تعمل على خلق إطار قانوني يضمن للجميع لأننا في الحقيقة هناك خرقات أو هناك خطر الحقيقة داخل شبكات التواصل هناك إلحاد هناك تجاوز العراف والقضايا لكن ذلك ليس مبررا لأن نقوم في نقلب الطاولة قبل أن نمسحها أولا أستاذ المالون طلقنا من كلام البعض وتقييمه لمشروع القانون هذا وأنه يحمل عبارات فضفاتة كما قال الزميل في محاولة من الحكومة السيطرة على عالم شبكة الإنترنت والتدوين وتنظيمها لا يعتبر هذا نوع من ممارسة المصادر والمصادرة الرأي حرية التعبير خصا أن التدوين يدخل إيطا في إطار حرية التعبير وحرية عدم حبس ربما الصحفين في قضايا النشر والمدونين يعني لا تتعارض مهنة الصحافة والتدوين والنشر إلى حد كبير إذا مثلا لم تلامس الدين والعقيدة والأمن الأهلي شفت هو القانون كيف تلات يدخل في إطار سياسة للجنائية للدولة وديك داخلين فيها عوامل أجنبية وصياغته بهذا الشكل وكون العبارات عامة بالشكل الذي قد كل شيء وعدد فيها أنتم تنتقدون صياغته بهذا الشكل نعم هو القانون لا بدأ أؤد دقيق الفعل محدد الفعل لياك أؤد قد يعاقبها ودأؤد مجرم لأؤد محدد لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص لا بدأ أؤد الفعل منصوص بشكل دقيق لا يجعل اجتهاد القاضي ولا يجعل اجتهاد الجهات المتابعة لا أؤد بشكل دقيق لأنه هنا حقيقة عباراته واسعة بشكل تشمل كل شيء في طار لنتخلص في طار المساسب من الدولة وهو يقول لك يوسم الأمور لكل شيء يدخل فيها يقول لك بأي تفتح القراءة على مسترعها بأي وسيلة كانت هذا شيء معمب هذا تعميم وبالتالي المخيوف فعلا يعود وسيلة لا هي يتم بها تكميم الأفواه وغلق هذا المجال الذي سلبياته كبيرة يقارب سلبياته وقطع عنها إيجابيات وقطع عنها أكثر من سلبياته خاصة إلى منظم من جهات تفهم قيمة الحرية مشكلتنا عن الجهات التي تؤدي مسؤول عن صياغ القانون والجهات التي يتم تنفيذها تنظر بعين العقاب وعين التجريم وعين كنا قيمة الحرية ترسخة في الذهنية أنا كان أحسن عندي عاقب الأمور التي حدثت الهزات التي حدثت في سبب الإنترنت كيف قضيت مقال الموسيقى وكيف قضيت الصور وكيف قضيت هذا يخلق تخوين للناس القائمين على المجال وتحسيسهم بهمية مسؤوليتهم وكونهم لا يعود أي رواية ينشوها ما فاتوا الثبت وشوفوا قاع مولي من رأي كان نشرها قاع كان وكثر فايت وكثر معناها التكوين وجعل الناس المسؤولية أحسن سنعود لهذه الجزيات مشاهدين الكرام ما زلنا معكم ضمن هذه الحلقة التي تناقش إطار مشروع قانون مجتمع المعلومات الموريتاني أستطيف معي هذا المساء الإمام الشيخ محامن والأستاذ ملاي واللبحيد الصحفي فقوا معنا نلقاكم بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر